في الاستوديو من موسكو قبل قليل كان ألمح إلى أن احتمالية أن تكون إسرائيل ضربت المناطق اللاذقية بسبب الاتفاق يعني لبعثرت الأوراق بعد اتفاق سوتي كيف ترى مصير هذا الاتفاق في ظل توجيه الضربات المستمر؟ ولا ليس هناك ضربات مستمرة هناك ضربة واحدة وهذه الضربة كانت بسبب متكرر دعنا نصر يعني هناك أنا أعتقد أن هناك استمرارية في السياسة الإسرائيلية حيال وضع القام بسوريا وهي تقتضي بعدم التدخل في الشان السوري بعدم تعديل مجرى الأمور في سوريا ولكن فقط الاحتفاظ بخطين أحمرين الخط الأول هو عدم وصول أسلحة نوعية من النظام السوري إلى حزب الله داخل لبنان والنقطة الثانية الخط الأحمر الثاني هو عدم تموضع صواريخ إيرانية لأن تموضع صواريخ إيرانية ومصر خطورة شديدة بنسبة لإسرائيل وبنسبة للدول مختلفة داخل الإقليم من دمناها المملكة السعودية على سبيل المثال وهناك تفهم روسي كامل لهذا الموضوع وتعهد روسي منذ زمن قريب باحتواء التواجد الإيراني العسكري على الأراضي السورية ولذلك لحجة وزارة الدفاع في حقيقة الأمر غير مفهومة على الإطلاق وأن كانت تبرر أخطاءها وأخطاء عدم وجود التنصيق بين الطرف الروسي وبين المنظومة الدفاعية السورية هذا هو شيء غريب أن تطلب إسرائيل بالإعتذار في حين أن السوريون هم الذين ضربوا الطائرة الروسية شيء غير مألوف على الإطلاق أنا لا أعرف كيف كانت سوف تكون هناك ردبة الفعلة التركية لو كانت تركيا هي التي اتهمت أو طلبت بالإعتذار بحادث كهذا ولكن الأسفة الشديدة نحن وعتدنا أن تكون إسرائيل هي يعني الحائطة الميلة كما يقال طبعا هذا كلام غير مغبور على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر